السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله وستكون ابتداء من بداية الشهر القادم وتعلن كذلك كدائرة العمل والتدريب المهني عن اطلاق وجبات اخرى بعد هذه عند اكتمال عملية الفرز الالكتروني للوزارة ونذكر ادناه تفاصيل قروض وزارة العمل والشؤون الاجتماعية 2020 مع رابط اسماء المشمولين بالقروض وقد تم فتح باب التقديم لمدة 20 يوم وقد ذكر مدير عام دائرة العمل والتدريب المهني الاستاذ رائد جبار انه منذ عام 2017 الى الان وزارة العمل لم تفتح التقديم حيث ان الوجبات التي تقدمت في الوقت السابق قد تم اعلان اسماءها وانتهت ولم تعد المبادرة الا ماخرا فبعد ان فتحت الوزارة استمارت قروض العاطلين عن العمل 2020 وبدأت التحديث خلال هذه العشرين يوم تقدم على قروض العمل الرعاية الاجتماعية 2020 ما يقارب المائتين وعشرين الف متقدم يبحثون عن قروض ميسرة وزارة العمل في طور عملية الفرز والاعداد وحسب التخصيصات المالية المتوفرة سيتم اطلاقها في بداية الشهر القادم وجبة جديدة من اسماء قروض العاطلين عن العمل 2020 ما يقارب ال5000 الى 6000 مستفيد وقد اكد مدير عام دائرة العمل والتدريب المهني ان الميتين الف حقوقهم مضمونة ومصونة وموجودة فقط ننتظر التخصيصات المالية التي كلما توفرت سنعنل عن وجبة جديدة تباعا حتى يستفيد الجميع عندها كما ان المبالغ المستردة ستساهم في تسريع العملية وعند الانتهاء ستعلن وزارة العمل عن فتح استمارة التقديم على قروض العاطلين عن العمل لفتح الباب امام شريحة اخرى من الشباب قروض العاطلين عن العمل بدون فائدة بفترة السماح 5 سنوات وطبعا اهم شيء بخصوص هذا القرض ان تأسس مشروع خاص بك لحين تجد عمل يناسبك اعلان وزير العمل والشؤون الاجتماعية عن اطلاق وجبة جديدة من القروض الصغيرة في بغداد والمحافظات للمسجلين في قاعدة البيانات كعاطلين عن العمل وبمعدل 5 الى 6000 قرض مشيرا ان هناك قروض وزارة العمل اخرى ستطلق تماعا على برنامج حاضنات الاعمال لمشاهدة اسماء قروض العاطلين عن العمل سيكون الرابط في اسفل وصف الفيديو